يسوع المسيح بحسب بشارة متة القصة موجودة في بشارة متة ولوقة أيضا بحسب بشارة متة أن يسوع كان بيكرس في قرى أخرى في الجليل ولكن في متة إصحاح تسعة الآية الأولى مكتوب رجع إلى مدينته اللي هو الوطن الثاني ليسوع المسيح يسوع بعدما ترك الناصرة ذهب إلى الشمال شمال بحيرة طبرية إلى كفر نحوم وهناك أحبائي كفر نحوم أصبحت مركز خدمته مركز إرساليته من كفر نحوم لأنه كان يطوف كل قرى الجليل والمدن يعلم يكرز يشفي يخرج الأرواح الشريرة ويصنع الخير للجميع فرجع إلى مدينته لأنه كفر نحوم كانت المركز مركز إرسالية المسيح كما أصبحت في وقت لاحق أورشاليم وفي وقت لاحق أكثر أصبحت أنطاكيا في سوريا بيت بطرس تحول مكان الخدمي كفر نحوم تحولت إلى مركز الإرسالية جاءوا وأحضروا هذا المفلوج طبعا كان فيه دليمة كان فيه معضلة في هذا الموضوع البلد صغيرة المكان مزدحم ما حول البيت كله مزدحم الشوارع ضيقة وكل الناس كانت تيجي من كل نواحي الجليل حتى تنال الشفاء من يسوع المسيح وتخيل أنت الوضع أنه كله عاوز يتبارك وكله عاوز يسمع وكله عاوز يستشفي فجاءوا أربعة حاملين مريض مفلوج ولسبب الازدحام لم يقدروا أن يدخلوا من المدخل فطبعا كعادة الشرق في أرض فلسطين قديما أنه فيه سلم فيه درج محول البيت يصعد إلى الصقف لأن الصقف له أهمية كبيرة سواء في خزن الحبوب وإلى آخره هذا موضوع آخر ولكن طلعوا إلى الصقف ومكتوب أحبائي أنه حفروا أو بالأحرى هي عبارة عن عوارض ثقيلة أو عوارض من الخشب وبعد العوارض أو فوق العوارض في حاجات يعني تشبه القرميد هو عبارة عن فخار معشق مجفف أو الفخار المشوي بحطوه طبعا على الصقف وأحيانا بحطو الأغصان حتى تمنع المي وحتى بنفس الوقت يبرد البيت أو يدفي البيت هذه كانت الطريقة فكان أسهل شيء أنه يزيحوا القرميد أو القطع الفخار ويزيلوا العوارض إزحتها حتى يكون بعدها إعادة ودلوا المريض بحكمة ووضعوه أمام يسوع المسيح ولم ينطقوا بأي كلمة فالمنظر واضح جدا أمام الجميع أن هذا الشخص كان عنده فالج ومش مجرد أنه رجليه فقط ولكن الواضح أنه عنده فالج اللي مس كل جسده والدليل أنه كان محمول على الفرشة يعني ما كان يقدر يتحرك ووضعوه أمام يسوع المسيح ويسوع شاف هذا المنظر وأعجب ورأى إيمان هؤلاء الأربعة وأول جملة أحبائي تكلم فيها مغفورة يا بني مغفورة لك خطياء طبعا بحسب بشارة متى ولوقة أنه كان فيه فرسيين الفرسي هو الشخص المدقق كان حوالي 6000 شخص فأيام المسيح اللي كانوا يحافظوا على الشريعة وتقليد الأباء وكان أيضا الكتبة منهم من الجليل والأغلبية جاءوا من أورشليم سمعوا عن هذا المعلم الجليلي وعن المعجزات التي يجريها فجاءوا طبعا ليتحققوا من هذا الأمور ولكن انصدموا عندما قال يسوع مغفورة لك خطياء فطبعا كان السؤال بتاعهم بعلامة الاستعجاب وهذا معروف بالنسبة لليهود وهذا طبعا التشخيص الصحيح من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده كلامهم صحيح ولو كان مجرد كلام من يسوع لقلنا هذا الدعاء كاذب ولقلنا أنه كافر وجاحد ومجدف أيضا لكن كونه يدعم كلامه بسلطانه يدعم كلامه بقدرته السرمدية الفائقة بحضوره العجيب الموجود في هذا المكان هذا الشيء آخر أنه مجرد لوحد يتكلم كلمة أو يعمل والناس تشوف ومش أي ناس الأعداء فطبعا أجاب المسيح وقال أيما أيصر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطياء أم أن يقال قم احمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك إخوتي وأخواتي إن غفران الخطايا هو من أخص خصوصيات الله لا يوجد أي نبي أو أي شخص يستطيع أن يفعل هذا وغفران الخطايا كان دليل على لهوته المبارك فالرب الإله هو وحده الذي يقدر أن يغفر الخطايا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر